اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكتر من الفترة اللي فاتت وده بيدل على وعي كبير من المواطن في كل الدول العالم الصراحة مش بس في مصر فاكيد الحالة النفسية ابتدت تتعب لانه احنا كنا متأملين انه موضوع يعني كورونا شوية يخف مع الصيف وكانت فيه اشاعات انه الفيروس بيتقتل بالحرارة وي 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 وحاجات كتير اوي لكن للأسف الفيروس مستمر والظهر هيكون من واقع حياتنا حنعيش معها زي فيروس الانفلونزا وبقية الامراض فلازم شوية ننتبع على نفسنا ونازم نكون متابعين لأساليب الوقاية والنظافة الشخصية وارتداء الكمامات خصوصا في الاماكن المقتضة زي الماركت والأسواق والمولات كل حاجة هتفتح في المستقبل مش هتفضل زي كده فلازم احنا ننتبع على نفسنا وعلى صحتنا اكتر وعشان نخلي بالنا من صحتنا هنخلي بالنا من صحت اللي عايشين معانا في البيت واللي معانا في الشارع واللي معانا في الشغل النهاردة عشان موضوع يعني كورونا وموضوع شوية الحالة النفسية والضغوط النفسية على الناس بتزداد حبيت ابتدي الحلقة بشوية نوع من التفاؤل شوية نوع من الدحكة بابتسامة عشان نحل أيامنا اللي جاية وهي كل حاجة مستمرة الحياة مستمرة رغم كل شيء الحياة هتستمر يعني عندك عندك حزن عندك ألم عندك غضب عندك قلق الحياة هتستمر رغم كل المشاعر دي فالعلماء حددوا أربع هرمونات مسؤولة عن السعادة والهرمونات دي احنا المفروض نحفزها بنفسنا واللي حوالينا المفروض يساعدونا برضو واحنا نساعد برضو اللي حوالينا عشان يحفزوا الهرمونات الموجودة واللي بتأثر على الحالة النفسية والعصبية والطاقة والإنرجي الموجودة في الجسم أول هرمون هو هرمون الاندروفين والهرمون ده مرتبط بالرياضة يعني المشي الرأس التمرين الرياضية البسيطة عشان دلوقتي كل القاعات والجمس مقفولة بسبب كورونا ففي البيت ممكن نعمل تمارين معينة بسيطة ممكن نحط مزيكة ونرقص شوية نحرك الجسم شوية ده حيحفز الهرمون ده وحقالينا نشعر بالسعادة والاسترخاء والرضا النفسي بالإضافة إلى مشاهدة الأفلام الكوميدية والسكتشات الكوميدية حنشوف بعد عشر دقائق ربع ساعة ونصف ساعة حالتنا النفسية والموت بتاعنا تغير نحو الأحسن الهرمون التاني هو الدوبامين والهرمون ده هو هرمون الإنجاز يعني أنت بتشعر أنه أنت بنهاية اليوم أنت عملت إيه أنجزت إيه حققت إيه في اليوم ده مهما كانت الحاجة دي بسيطة تنظف الأوضة بتاعتك ترتب الحاجات في دولابك تكتب لك حاجة معينة تعمل لك أكلة معينة تطلع تمشي حاجة يعني أي نشاط ممكن يخليك تحس أنه أنت عملت حاجة وأنجزت حاجة برضو ده حيضيف لك هرمون الدوبامين في الجسم حيحفزه وحيخليك تشعر بالسعادة والرضا الهرمون التالت هو السيرتون وده هرمون السقة بالنفس السقة بالنفس بتيجي برضو من الإنجاز في الهرمون الأولان الثاني اللي هو الدوبامين وكمان بتيجي من مساعدتنا للناس يعني عمل الخير بيدي سقة في النفس مساعدة الناس بيدي سقة في النفس عمل أي حاجة ممكن تبسط اللي حوالينا بيدي سقة في النفس وده الهرمون برضو بيحفز السعادة الهرمون الرابع هو الأكسيتوسين الأكسيتوسين والهرمون ده هو المسؤول عن الحب والعواطف وده بيجي من الحضن الحب بمعنى المطلق وليس بس الحب ما بين الست والراجل لا الحب بين الإخوات الحب بين العيلة الحب بين الأب والأم والبنت والإبنة والأخت والأخ الحب بين الأصدقاء والزملاء في الشغل الحضن ده بيكون مهم جدا لما بنشوف حد يعني شوية الآن أو متدايق حضن بسيط كده ناخده يعني في إيدينا حيحس بارتياح وأحنا حنحس بارتياح والهرمون ده حيتحفز وحيخلينا نشعر بسعادة وباسترخاء وبقبول وبرضة سو عندنا الهرمونات الأربعة دي الاندروفين الدوبامين السيرتون والأكسيستوسين دول الهرمونات المسؤولة عن السعادة ودول احنا ممكن نحفزهم زي ما تكلمت قبل شوية حنروح لفاصل بسيط وبعد الفاصل حنرجع مع فقرة الأبراج ومستني كل اتصاراتكم ومكلماتكم وأسئلاتكم ومستفساراتكم عشان أرد على كل الأسئلة في فقرة الأبراج الفلكية بعد هذه الأغنية ابقوا معنا هو هذه عودة معكم مرة أخرى مشاهدين الكرام في كل مكان وبتمنى أغنية تامر حسني بشوءك حفزت واحد أو اثنين من الهرمونات اللي تكلمنا عنها في بداية الحلقة اللي هي الهرمونات الأربعة اللي هي الاندروفين والدوبامين والسيرتون والأكسيتوسين دلوقتي هنبتدي مع فقرة الأبراج الفلكية مستني كل مكلماتكم واتصالاتكم على أرقام الهواتف الظهر أسفل الشاشة وكمان على صفحات البرنامج على الفيسبوك حياتي مع طرق السعود طبعا احنا دلوقتي في فترة برج الجوزاء الهوائي والبرج ده اللي عامل مشاكل كتير رجالة وستات وعليه شوية نظرة مش حلوة احنا بنحب شوية يعني نجملها ونعدلها شوية المولود ده من مولود التناقضات أو من شخصيات المتناقضة المتناقضة بمعنى أنه بيتغير الموت بتاعه بسرعة وبتتغير مواقفه برضو بسرعة بس عنده برضو سوابة موجودة في الحياة المولود ده من الأبراج الهوائية العنصر الهوائي واللي هو العنصر المتحكم بالقدرة على الكلام عشان كده بتكون أبرز المهن المناسبة ليه هي التمثيل الإزاعة والتلفزيون والصحافة عشان برضو عنده حس الفضول الكوكب المتحكم في مولود برج الجوزاء هو كوكب عطارد المسؤول عن التفكير وبرضو بيديله حالة العصبية والنرفزة والسترس كل شوية كمان أكثر الأبراج المناسبة لمولود برج الجوزاء الهوائي هي الأبراج الهوائية اللي هي الدلو والميزان والأبراج النارية اللي هي الأسد والحمل والقوس أكثر العضاء المعرضة للأمراض لا سامح الله عند مولود برج الجوزاء الهوائي هي منطقة الجهاز التنفسي الحساسيات المزمنة أو الحساسيات الموسمية برضو وكمان منطقة الكتف والزراعين من أكثر الأعراض من أكثر الأعضاء اللي ممكن تكون معرضة للحواجز لا سمح الله وللأمراض عندنا رجل برج الجوزاء الشخصية دي شخصية زكية جدا محللة جدا بتحلل الأمور عندها حس فضولي عالي شخصية حالمة جدا وبتألف حاجات كتير وممكن تكون عندها ملكة الكتابة والقدر على تأليف الروايات والقصص بشكل كبير جدا كمان الشخصية دي من النوع العصبي الغير مستقر يعني بيحب يتحرك من مكان لمكان وبيشعر بملل أنه يفضل في مكان واحد لفترة طويلة من الشخصيات المحبة للتغيير المستمر والتجديد المستمر وغالبا مواليد برج الجوزاء الهوائي رجالة وستان بيتجوزوا مرتين أو ثلاث مرات في حياتهم كمان الشخصية دي من أكتر الشخصيات بعد مولود برج السرطان اللي تكون متعلقة بالأم في البيت يعني رجل برج الجوزاء بيكون متعلق بوالدته بشكل كبير لكن مش زي برج السرطان اللي هو التعلق العاطفي الرومانسي التعلق اليومي لا هو متعلق يعني بشكل ذاكي جدا ما يبنش إنه هو متعلق بوالدته لكن هو متعلق بيه هو بيسمع كلامها حتى لو ما يبنش إنه هو بيسمع كلامها نجي على بقى ست أو امرأة برج الجوزاء الهوائي الشخصية دي امرأة برج الجوزاء الهوائي يعني بتكون شخصية ذكية جدا برضو وشخصية عندها حس فضولي بتحب بتعرف وعندها أسئلة دايما بتكون استقصائية عشان تعرف الشخص المقابل ايه والحاجات اللي حوليها ايه عشان كده برضو بتبدأ في الحاجات اللي فيها كتابة وإزاع وتردزيون وصحافة وكمان في التمثيل الشخصية دي برضو مزاجية متقلبة إلى حد كبير ودي ممكن تكون شخصية خمس أو أربع ستات في شخصية واحدة يعني اللي بيشعر بملل في العلاقات العاطفية والزوجية ممكن يرتبط بشخصية من مواليد برج الجوزاء الهوائي حد جننه أكيد أكيد من يعني زي ما قلنا الكوكب المتحكم هو كوكب عطارد المسؤول عن الحركة والاتصالات والتفكير والتحليل وبرضو من عيوب الكوكب ده بيدي الطاقة العصبية شوية والسترس أكتر من ده اللازم أكتر الأبراغ المتوافقة مع الجوزاء الهوائي هي الأبراغ الهوائية اللي هي الميزان والدلو والأبراغ النارية اللي هي الأسد والحمل والقوس عندنا استفسار 1-7-1988 1-7-1980 تمام شكرا 1-7-1980 من مواليد برج السرطان المائي الفترة الثانية أو الأولى تقريبا وأرقام الحظ هنا هتكون 1-2-7 الشخصية دي يوم 1 يعني يوم 1-7 مرتبط بالشمس وده بيخلي الشخصية دي متعلقة بالحاجات الشهرة بتكون معروفة ومشهرة بين الناس وشخصية قيادية أكتر من باقي مواليد برج السرطان المائي كمان بتكون شخصية حساسة كدا مزاجية متقلبة إلى حد كبير متعلقة بالماضي والذكريات متعلقة بالأمور المنزلية والبيتية متعلقة بالأم وبالأب بالأولاد والأطفال بشكل كبير كدا رومانسية جدا وحساسة إلى أبعد حد يعني بتتحسس من حاجات بسيطة جدا وتتعصف وبتتنربس أكتر الأبراج المتناسبة مع برج السرطان المائي هي الأبراج المائية اللي هي العقرب والحوت والأبراج الترابية اللي هي الجدي والعزراء والتور بالنسبة للسرطان حيكون فيه خسوف للشمس حيكون يوم واحد وعشرين ستة ويوم خمسة وعشرين ستة اللي جاي حتكون ثلاث كواكب متواجدة بزوايا معينة في برج الجدي الترابي وحتنتهي الفترة إن شاء الله بإذن الله تعالى طبعا حتنتهي فترة من المتاعب مصاحبة لمولود برج السرطان بصورة عامة من حوالي ثمان شهور أو تسع شهور وحتبتدي معنا إن شاء الله فترة جديدة من الشغل من العلاقات العطفية أو الانتقال من مكان إلى مكان آخر معانا مننا اتصال ألو سباح الخير يا منا يا ريت لو تواصلوا التلفزيون وتسمعيني من خلال التليفون عشان أسمع السؤال بوضوح مرسيل حضرتك تفضلي لو سمحت عايزة أنا برج الأسد عايزة أعرف الأيام الجاية والحياة كده يعني إن شاء الله تبقى فيه وشرة خير والكورونا ده تبعد عن بلدنا كلها إن شاء الله ممكن تاريخ الميلاد لو سمحت يا منا نعم ممكن تاريخ الميلاد سبعة تسعر تمانية أي سنة؟ واحدة سبعين واحدة سبعين لا واحدة سبعين واحدة سبعين يلا وليلا ماشي شكرا شكرا لحضرتك سبعة تاشر تمانية واحدة وسبعين من موليد برج الأسد الناري الفترة التالتة والأخيرة وهنا أرقام الحظة هتكون واحدة وتمانية حضرتك من الشخصيات اللي يعني بتعاني لما بتجي على الحاجات أو يعني لم عايز تعملي حاجة أو تقدمي على موضوع معين بتشوفي في عراقيل كتيرة وحضرتك كمان من الشخصيات المتحملة للمسؤولية في وقت مبكر من حياتك عشان عندك رقم تمانية في تدخل من ذلك اللي هو سبعة تاشع سبعة زائد واحد تمانية وده مرتبط بزحل كوكب المسؤولية وحنا بنسميه المعلم الصارم أنت شخصية جدية جدا في التعامل وشخصية مرحلة في نفس الوقت لكن شخصية جدا كريمة في التعامل مع الناس من ناحية المادية والعاطفية فيه كانت بعض الضغوط على موليد برج الأسد خصوصا في الست شهور الأولى من السنة دي بعد فيه يعني فترة متاعب بسيطة حتكون يعني موجودة من 22 ستة اللي جاي لغاية 21 سبعة اللي جاي من بعدها إن شاء الله الأمور هتبقى فتحسن أكتر على كل الأصعيدة بالنسبة للأمور المادية وبالنسبة للأمور الشغل وكمان بالنسبة للأمور العاطفية أكتر الأبراج المتوافقة مع برج الأسد هي الأبراج النارية اللي هي القوس والحمل والأبراج الهوائية اللي هي الجوزاء والدلو والميزان في عندنا اتصال داليا صباح الخير يا داليا يا ديت لو تورستوا التلفزيون وسمعيني من خلال تلفزيون رسيل شكرا تفضلي بتبرية أيوة أنا أريد بس أستصر عن عن سبعة خمسة ألف وتсعين سبعة خمسة تسعين تمام و عن سبعتاشر ثلانية ستة وتسعين تسعة تشر تمانية ستة وتسعين سبعتاشر ثلانية ؟ pater اثل். sections сложно شكرا جديدا أتصال لك سبعة خمسة 1990 من موليد برق التور الترابي الفترة التانية هنا أرقام الحظة ستكون ستة وسبعة الشخصية دي ممتلكة للحدث بتحس بالأشياء قبل ما تحدث أو بتحلم فيها كتير وكمان شخصية واقعية جدا ورومانسية في نفس الوقت الشخصية بطيئة في إنجاز الأمور لكن بتنجزها في الآخر وشخصية برضو متعلقة بالأمور المادية ومحبة للتملك في الحياة العاطفية أو في العلاقات العاطفية والزوجية وكمان كثيرة الشكوك وشخصية محبة للأمور المنزلية والعائلية والأطفال بشكل خاص 19-8 من موليد 96 من موليد برق الأسد الناري الفترة التالتة والأخيرة وأرقام الحظة هنا ستكون واحد مقرر الشخصية دي شخصية حدية كتير وشخصية قيادية كتير ومحبة للأطواء ومحبة للشهرة وكريمة مع الناس من الناحية المادية والعاطفية إلى حد الإسراف في الأمور المادية وشخصية برضو قيادية جدا وشخصية برضو عصبية لكن قلبها طيب نفس الوقت عندهم ممكن تكون بعض الضغوط في الفترة دي هتكون مستمرة لغاية يوم 21 أو 22 سبعة اللي جاي من بعدها الأمور إن شاء الله هتكون كويسة جدا بالنسبة لموليد برق الأسد الناري معانا اتصال ألو 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 تفضلي مع الأسف انقطع الاتصال مع الاتصال آخر داليا ألو يا داليا هلو ألو تفضلي يا داليا أزاي نتحضر لك تفضلي تفضلي يا فندم هلو ألو معاك تفضلي يا فندم لو سمحت نعزة تتصر عن 19-91 19-91 معلومات عامة ولا سؤال محدد لا أنا عايز أعرف حضرتك يعني الأم اللي جاي عامل إيه وصفات البرج ماشي شو كانت تصالك تفضلي 3-1-84 3-1-84 تمام أيوة مرسيل تصالك 19-91-92 من موليد برق الدالو الهوائي البترة الأولى أول يوم في مولود برق الدالو الهوائي واخت شوية من مولود برق الجدي الترابي يعني على حفة برقين الشخصية دي قيادية جدا شخصية غريبة لأطوار في نفس الوقت وشخصية بتفاجئنا بحاجات مش متوقعينها منها وشخصية زكية جدا ومحللة للأمور وشخصية مبتكرة بتحب الحاجات التقنية والتكنولوجيا والأفكار الجديدة وبعيدة عن الروتين تماما عندهم فرص كويسة إن شاء الله الشهر ده وشهر السبعة اللي جاي 3-1-1984 من موليد برق الجدي الترابي الفترة التانية أرقام الحظ هنا هتكون 3-8 وتكون شخصية شوية محظوظة أكتر من باقي موليد برق الجدي الترابي وشخصية برضو متحملة للمسئولية وجدية بالتعامل مع الناس متعلقة بالأمور المادية بشكل كبير وبتحب توصل لأعلى المراقز في العمل والشغل في الحياة يعني بتكون شخصية طموحة جدا عندهم إن شاء الله فترة كويسة في شهر سبعة اللي جاي في موضوع عقود معينة بتاع الشغل أو بيع وشراء حاجات وممتلكات عقارية في عندنا اتصال آخر من أحمد صباح الخير يا أحمد يا ريت لو توطى صوت التلفزيون تسمعني من خلال التليفون حبيبي فضل أنا باقي لعني تلفزيون من عندي أنا سامع تلفزيون من عندي تفضل تفضل شوف تبع حضريتي كده أيها تفضل بقول لك أنا حاجة استفسر عن ستة وعشرين واثرين واثرين وواحد تمام شو كانت يصالك يا أحمد ستة وعشرين واثرين واثرين وواحد من موليد بورج الجدي الترابي الفترة الأولى أرقام الحظ هنا هتكون عندك تمانية وسبعة وبتكون شخصية شوية جدية في التعامل مع الناس متزمتة إلى حد ما ومحبة للتقاليد محبة للروتين مش بيحب الدكتيد كتير ومتعلقة بالأمور المادية في الحياة شخصية متحملة للمسؤولية في فوق المبكر من حياتها وشخصية برضو طموحة جدا عندك فرص كويسة إن شاء الله المفروض تبتدي معاك من 22 ستة اللي جاي لغاية 22 سبعة في حاجات كانت وقفة زي عقود معينة أو شغل أو انتقال من مكان لمكان آخر أو أمور متعلقة بالجواز وارتباط عاطفي إن شاء الله بإذن الله تعالى حتمشي في الفترة دي اللي هي من 22 ستة لغاية 22 سبعة اللي جاي في عندي اتصال آخر ألو أمني ألو أنا 18 سبعة 80 تمام في سؤال محدد للمعلامات عامة ودودي 28 سبعة 78 تمام 28 سبعة ودينتي افضلي افضلي ودينت 31 تمام افضلي تمام شكرا انتصالك 18 تسعة الف وتسعمية تسعة وتمانين من مواليد بورج العزراء الترابي الفترة الثالثة والأخيرة أرقام الحظة هنا هتكون خمسة وتسعة وبتكون شخصية عصبية ومندفعة أكثر من باقي مواليد بورج العزراء الترابي اللي بيتسموا بالخجل شوية وبالتحفظ وشخصية برضو بتكون دقيقة جدا في التعامل مع التفاصيل ومنتقدة إلى حد كبير 28 تمامية 78 برضو من مواليد بورج العزراء الترابي لكن الفترة الأولى أرقام الحظة هنا هتكون واحد وخمسة وتكون شخصية قيادية جدا محبة للشهرة محبة للأضواء بتكون كريمة جدا في التعامل مع الناس من ناحية المادية والعاطفية إلى حد الإسراف في بعض الأحيان من ناحية المادية هتكون عندهم فرص كويسة مواليد بورج العزراء في شهر 7 اللي جاي 31 تمامية 2013 برضو من مواليد بورج العزراء الترابي الفترة الأولى أرقام الحظ هنا هتكون أربعة وخمسة وحتكون الشخصية دي عندها مفاجآت كتير قوي في الحياة وعندها تغييرات كتير على صعيد الشغل العمل الدراسة البلد ممكن تسافر كتير ممكن تغير كذا حاجة في حياتها وعندهم فرص كويسة إن شاء الله في شهر 7 اللي جاي في عندي اتصال آخر أو تليفون ألو 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 الفضلين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الفضلين يا فندي أهلا وسهلا بيك الفضلين كنت عايزة أسأل حضرتك على 13-7 تمام الفيلم وثنين تمام وعايزة أهلا 16-10-2006 تمام و13-11-1 أربع سرعين تمام شكرا لدي صالك يا فندي 13-7-2002 من مواليد بورك السرطان المائي الفترة الثالثة والأخيرة أرقام الحظ هنا هتكون اتنين وأربعة وسبعة وتكون شخصية عندها مفاجآت كتير أوي في الحياة شخصية حساسة جدا رومانسية عطفية متعلقة بالأمور المنزلية والعائلية والأم والأب والأطفال متعلقة بالماضي كتير والخيالية كتير وشخصية حساسة جدا 16-10-2006 من مواليد بورك الميزان الهوائي الفترة الثالثة وأرقام الحظ هنا هتكون ستة وسبعة وتكون شخصية ممتلكة للحدث بتحس بالأشياء قبل ما تحدث تبلوماسية في التعامل مع الناس وشخصية عصفية كتير وبتتنرفس بسرعة وشخصية برضو زكية جدا في التعامل وشخصية عندها برضو مفاجآت كتير أول في الحياة 11-1-1974 من مواليد بورك الجدي الترابي الفترة الثالثة والأخيرة وأرقام الحظ هنا هتكون اثنين وحتكون تمانية وتكون شخصية متعلقة بالأمور المادية والعطفية وتكون شخصية برضو حساسة جدا مزاجية متقلبة أكتر من باقي مواليد بورك الجدي الترابي شخصية متعلقة بالأمور المادية شخصية طموحة جدا وشخصية برضو متزمتة إلى حد ما ومتعلقة بالتقاليد وبتكره الروتين عندها فرص كويسة الشخصية دي 11-1 من بعد يوم 25-6 ولغاية نهاية شهر 7 على كافة المجالات فيه عندنا اتصال آخر ألو صباح الخير صباح للنور يا فندم فضل يا فندم أنا عزارة 13-11 أي سنة 19-94 تمام أربعة وتمانين واربعة وتسعين تمام عايزة أعرف حضرتك عن اللي يام اللي جاي والتوافق بيننا وكلام ده بقالك وقديم يتجوزين بقالنا عشر سنين وتسألي عن التوافق دلوقتي طيب ماشا في المشاكل بيننا كثير يا ربنا يبعدنا عن المشاكل يا رب ربنا يبعدنا عن المشاكل مرسيل اتصالك يا فندم مرسيل اتصالك يا فندم عندنا 13-1994 من موليد برج العقرب المائي الفترة التالتة أو عفوا التانية أرقام الحظ هنا هتكون تلاتة وتسعة الشخصية دي شخصية متملكة جدا في العلاقات الزوجية والعلاقات العاطفية وتكون شخصية يعني عندها شك كتير وغيورة كتير وبتحب تتملك وده من أهم أسباب المشاكل في الحياة الزوجية شخصية برضو زكية جدا في التعامل مع الناس وعندها نوع من الغموض وبرضو شخصية عندها شوية حب للانتقام 5-1-84 من موليد برج الجدي الترابي الفترة التانية أرقام الحظ هنا 5-8 وبتكون شخصية عصبية أكتر من باقي موليد برج الجدي الترابي وشخصية متحملة المسؤولية وجدية في التعامل وشخصية برضو بالشك كتير يعني عندها برضو مبدأ الشك موجود الظاهر أنه أنتم متوافقين في حاجات كتير جدا على العشر سنين اللي فاتت والتوافق ما بين العقرب المائي والجدي الترابي هو توافق ممتاز جدا لكن حتة حب التملك الزيادة حتة الخنق الزيادة حتة الشك الزيادة مش حلوة كتير يعني بتفقد الثقة في الحياة الزوجية خلينا شوية ندي شوية مجال لنفسنا أكتر خلينا شوية نفكر في الحاجات من زاوية مختلفة عشان ندي فرصة للشخص المقابل أنه يبرر لو في حاجة حصلت وكمان خلينا برضو نميل التجديد في حياتنا يعني بعد عشر سنين جواز ممكن تكون حاجات روتينية كتير محتاجة لتغيير محتاجة حد يغيرها نوعية اللبس نوعية الأكل حاجات الدكور في البيت ألوان معينة حاجات معينة اسلوب تعامل وفيه برضو مبدأ الأجازة ما بين الزوجين الأجازة دي مهمة جدا أسبوعين تلاتة واحد روح عند أهله عند مامتك عند مامته كل حد يقعد كده أسبوعين يستريح شوية يستريح يعني ياخد نفس وبعدين يرجع تاني حيشوف حاجات كتيرة تصلحت من غير كلام وبتمنى لك حياة سعيدة إن شاء الله يا رب ناخد اتصال آخر ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحبا بك تفضل يا فندم بقول لحضرتك أفهم معينة تفكر عن تلاتة وعشرين عشرة أي سنة تلاتة وسبعين عندك سؤال محدد أو معينة معينة لا أعادي لا أعادي تم ماشي شكرا أن تصلك تلاتة وعشرين عشرة الف وتسعمية تلاتة وسبعين من مواليد بورج العقرب المائي الفترة الأولى هنا أرقام الحظة ستكون خمسة مكرر اثنين وعندك رقم تسعة شخصية مندفع شوية وعصب شوية أكتر من باقي مواليد بورج العقرب المائي شخصية برضو ميال الانتقام بنسبة معينة وشخصية برضو محبة للتملك وغيورة جدا في العلاقات العاطفية والزوجية العقرب طبعا بقاله حوالي سنتين أو ثلاثة الخط البياني بتاع الشغل والعلاقات العاطفية والزوجية خط متفاوت أو متباين بيطلع فوق أو ينزل في نوع من التطرف شوية عشان كده عمل لك حاجات أو نوع من الضغوط النفسية شوية لكن إن شاء الله الفترة اللي جاية هتبقى حاجات كتير أوي انت راجعت نفسك فيها الفترة اللي باتت ولو ما راجعتش نفسك يبقى هتحتاج فترة انك تراجع نفسك في مجموعة قرارات انت اتخذتها وكانت مش كلها صحيحة فعايز برضو إعادة جدولة لحاجات مهمة في حياتك والفترة المناسبة دي هتكون من 226 لغاية 227 اللي جاي في اتصال آخر من أحمد صباح الخير عليكم سلام يا حر فضل فضل حبيبي موليد 1-5 موليد 1-5-78 78 عندك سؤال محد وإلى معلمات عامة بالنسبة للحياة الزوجية والحياة الأسرية والإنجاب وبالنسبة للمدام عينتيني تمام وبالنسبة للمدام برضو كانت عزة تسأل سؤال برضو تفضل أي تفضل ممكن موليد 14-7 84 84 يعني بنسبة للإنجاب بنسبة لأعمال الأسخار تمام الحاجات دي يقول مبارك الله اهلا وسهلا بك الفضل 1-5-1978 من موليد بورغ التور الترابي الفترة التانية أرقام الحظ هنا هتكون عندك هي واحد وستة وتكون شخصية يعني قيادية شوية شخصية برضو تقليدي في التعامل وشخصية شوية صعبة المراس لكن برضو شخصية محبة للأمور المنزلية والعائلية بشكل كبير وشخصية متحملة للمسؤولية واقعي ورومانسي في نفس الوقت 14-7-1984 من موليد بورغ السرطان المائي الفترة التالتة والأخيرة وهنا أرقام الحظ هتكون 5-2-5-7 وتكون شخصية حساسة جدا مزاجية متقلبة إلى حد كبير متعلقة بالأمور المنزلية والعائلية متعلقة بالأب بالأم بالذكريات خيالية رومانسية شفافة وتكون شخصية برضو مترددة كتير في اتخاذ القرارات ومتقلبة إلى حد كبير بالنسبة للأمور الصحية بشكل عام ممكن تكون فترة المتاعب الصحية مستمرة لغاية لغاية يعني 25-6 أو 27-6 اللي جاي من بعدها ممكن تكون فرص كويسة جدا لتحسين الأمور الصحية من ضمنها طبعا الإنجاب والحاجات الصحية الأخرى ممكن تكون فرص كويسة إن شاء الله في شهر 8 وشهر 9 اللي جاي وبنسبة لحضرتك في عندك فرص كويسة بالنسبة للعمل وبنسبة للأمور العائلية وبنسبة للأمور الصحية برضو ممكن تكون عندك في شهر 7 وشهر 8 اللي جاي فرص كويسة بإذن الله تعالى في عندنا اتصال من ياسر السلام عليكم ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام طبعا بركات تفضلي أهلا وسهلا بك أقول لحضرتك أنا بسأل عن بيتي تفضلي بسأل عن بيتي يوم 13-7-2002 تمام وهي دحلة على متحان سنوية عامة يوم 21-6 تمام بعض أعرف بق يعني عاملة زي يعني هشنيها طول مريضة الآملي اللي فاتت ألف سلام عليها يا رب ألف سلام عليها وعلي أعرف عن 29-29-8-6-6 تمام تعزودي حاضر شكرا انتصالك يا فندم 13-7-2002 من موليد برك السرطان المائي الفترة الثالثة أرقام الحظة هنا هتكون 22-4-7 الشخصية دي عندها مفاجآت كتير قوي في الحياة يعني شخصية الحياة بتاعتها مش يعني مش بتسير بخط واحد دايما عندها طالع نازل كده وحاجات غريبة ومفاجآت غير متوقعة وحتكون حياتها كلها كده عندها فرص قويسة ان شاء الله بنسبة للامتحانات لكن تخلي ببلها انه يوم 21-6 هيبقى فيه كسوف للشمس والكسوف الشمس ده هيحجب بعض الحقائق يعني المفروض انه في اول يوم امتحاني ده تكون مركزة على الحاجات اللي هي هتتوقع مش هتيجي في الامتحان لان الحاجات دي هي اللي حتيجي في الامتحان الحاجات اللي احنا دايما مش منتوقع انه هي تيجي في الامتحان اسئلة معينة موضوعات معينة حاجات بنهملها بنشوف نفسنا تيجي في الامتحان ونحنا مش مركزين عليها ومركز恩 على الحاجات احنا متصورين انه هي مهمة هنا حيلعب القدر ممكن يلعب القدر ممكن دور معاكس بسبب كسوف الشمس يوم 21 وده حيكون في أول يوم امتحاني بعد كده الامتحانات ممكن تكون مختلفة لكن أول يوم خليها تركز على الحاجات اللي هي تتوقع أنه هي مش حتيجي الحاجات دي هي اللي حتيجي في الامتحان 29.08.1966 من موليد بورج العزراء الترابي الفترة الأولى هنا أرقام الحظة حتكون 2.5 وتكون شخصية حساسة جدا مزاجية متقلبة بحد كبير وشخصية دقيقة في التعامل مع الناس وبتدور على الدفاصيل وبتدقى كتير ومنتقدة أيضا عندها فرص كويسة إن شاء الله في شهر 7 وشهر 9 من السنة دي في موضوع تحسين الأمور المادية المولود ده كان ناوي ممكن يبيع حاجة قبل فترة عربية عقار حاجات معينة في البيت والموضوع ده وقف ممكن يستمر إن شاء الله أو يمشي تاني بعد 25 ستة اللي جاي بإذن الله تعالى في عندنا اتصال آخر نورا صباح الخير يا نورا صباح النور فضل يا فندم عايزة حضرتك أعرف 23-1991 23-1991 سؤال محرد وعند بقت عامة لا عمتا عمتا يعني عمتا 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 وقوية 27-4 أقوية 27-4 1985 تمام او مددووي وانا كنت عايزة بس اعرف العمل وشغر وكّده ماشي العمل مرسيتي صالكين أورا 23-3-1991 من موليد برج الحمل الناري الفترة الأولى أرقام الحظ هنا هتكون خمسة وتسعة الشخصية دي شخصية قيادية جدا شخصية قوية جدا شخصية عندها جرأة عندها اندفاع بالحياة شخصية كريمة جدا في التعامل مع الناس وشخصية متطرفة في مشاعرها لما بتغضب بتغضب ولما بتضحك بتضحك ولما بتعيط بتعيط من كل قلبها وشخصية صاحبة قلبها طيب برضو عندها طموح جدا وبتطمح انه هي بتصل لعلى المراكز دايما عندها حاجات بتسعة وراها لكن من أبرز عيوب الشخصية دي انه هي بتبتدي في أكتر من حاجة بفوقت واحد وبينتهي الأمر انه هي تسيب الحاجات دي كلها وتروح بتبتدي في حاجة تانية خالص ما لهاش علاقة بالمواضيع اللي فاتت عشان كده بنشوفها مشتتة غالبية الأوقات لكن ان شاء الله ممكن تركز في حاجات معينة وتخلي خطة عشان تمشي عليها هتكون فرص كويسة ان شاء الله في الفترة دي لغاية يوم 26 اللي جاي وكمان في شهر التمانية اللي جاي 27-4-1985 من مواليد بورج التور الترابي الفترة المنأولى وارقام الحظ هنا هتكون واحد وتسعة وتكون شخصية يعني واحد وتسعة عفوا وستة تكون شخصية شوية عصبية ومندفعة أكتر من باقي مواليد بورج التور الترابي شخصية بتميل الأمور الفنية والجمالية الشعر المزيك الرسم والطبخ وعندهم فرص كويسة ان شاء الله بالنسبة للعمل مع نهاية الشهر ده وبداية شهر السبعة وكمان مع نهاية شهر التمانية وبداية شهر التسعة اللي جاي في عندنا استفسار أو اتصال في تسعة وعشرين خمسة واحد ممكن السنوات واحد عشر تسعة وعشرين خمسة أي سنة الفين ستة وتسعين تمام تسعة وعشرين خمسة الفين من مواليد بورج الجوزاء الهوائي الفترة الأولى هنا أرقام الحظة هتكون اتنين وخمسة وسبعة وتكون شخصية حساسة أكتر من باقي مواليد بورج الجوزاء الهوائي وتكون شخصية متقلبة كتير من ناحية المزاج ومن ناحية الأمور العاطفية والنفسية عندهم فرص كويسة إن شاء الله مفروض الفترة دي لغاية يوم اتنين وعشرين ستة اللي جاي من اتنين وعشرين ستة لغاية اتنين وعشرين سبعة المفروض تكون عندهم فرص كويسة لتحسين الدخل المادي 11 1996 من مواليد بورج الميزان الهوائي الفترة الثانية هنا أرقام الحظة هتكون واحد وستة وحتكون شخصية قيادية أكتر من باقي مواليد بورج الميزان الهوائي وشخصية برضو دبلوماسية في التعامل مع الناس وشخصية برضو عصبية ومتنفذة بشكل كبير لكن ألبها طيب وشخصية محبة للفضول والاستقصاء والسفر وتغيير الأجواء وتغيير الوشوش والناس عندهم فرص كويسة إن شاء الله مواليد بورج الميزان بسرعة عامة 1190 على شهر سبعة نهاية شهر سبعة بداية شهر تمانية وكمان على شهر عشرة اللي جايه بنسبة للسفر أو ارتباط عاطفي أو بنسبة للعمل في عندنا اتصال آخر من دعاء ألويا دعاء صباح الخير صباح النور فضاليا فاندم كنت عايزة أسأل حضرتك أنا اتولدت يوم واحد وثلاثين خمسة لكن أنا اتسجلت في شهادة الميلاد اثنين ستة أي سنة سنة تسعة وثبين تمام تمام أيوة تمام معاك فالمفروض أن أنا لما أحب مثلا أسأل يعني أو عموما أخذ بالبرج يعني بتاعي أنهي تاريخ فيهم التاريخ الميلاد الحقيقي هو واحد وثلاثين خمسة آه تمام أنا كنت عايزة أعرف كل حاجة طبعا عن التاريخ يعني الحياة اللي العملية والزوجية وكيف طيب أنا عندي سؤال لحضرتك عندي سؤال لحضرتك عارفة أي ساعة ولدتي ساعة الميلاد تقريبا تمانية صباحا تقريبا يعني بين تمانية وعشرة صباحا ولا بين ستة وتمانية صباحا لا هو يعني لا مش متذكرة بالظرسة يعني بعد تمانية صباحا ولا قبل تمانية صباحا لا برضو دي مش عارفة يوليتي لكات بتقولي كده تمانية صباحا فمش عارفة أبدا أولا بعدها تمام تمام مرسي تصالك يا دوع مرسي طبعا السؤال ده مهم جدا عشان في ناس برضو بتكون مولودة في يوم ومتسجلة في شهاية الميلاد بيوم تاني يوم الميلاد الحقيقي هو يوم اللي بيكون في الشمس موجودة في البرج المعين اللي بيكون برجنا في حياتنا كلها فواحد وتلاتين خمسة تسعة وسبعين من موليد برج الجوزاء الهوائي الفترة الأولى أرقام الحظة هنا هتكون أربعة وتقريبا خمسة برضو وتكون شخصية عندك مفاجآت كتير قوي في الحياة شخصية الحياة مش بتمشي بوطيرة سبتة معاك دايما فيه متغيرات ومتغيرات دايما بتيجي بصورة مفاجآة في حياتك تماما شخصية اجتماعية جدا محبة للتنقل والسفرات والرحلات والتعرف على ناس جداد وشخصية برضو يعني عندك زكاء اجتماعي من نوع خاص فيه عندك فرص كويسة إن شاء الله بالنسبة للعمل الفترة دي وكمان بالنسبة للتحسين الدخل المادي والأمور المادية اللي كانت وقفة بقالها فترة ممكن تكون فيها فرص كويسة إن شاء الله في نهاية شهر ستة هو ده وشهر سبعة اللي جاي لغاية شهر سبعة اللي جاي وكمان فيه فرص للأسفار القصيرة إن شاء الله في نهاية شهر سبعة وبداية شهر ثمانية ساعة الميلاد زي ما قلتيلي هي تمانية صباحة يعني لو مولودة ما بين ستة لتمانية صباحة طالع هنا وده موضوع تاني حنتكلم فيه في الحلقات اللي جاية الطالع والبرج قالوا ايه معنى البرج وايه الطالع البرج اللي هو وجود الشمس في الثلاثين يوم من الشهر اللي احنا بنولت فيه يعني من واحد وعشرين خمسة لغاية واحد وعشرين ستة الشمس موجودة في برج الجوزاء الهوائي فعشان كده اي حد بتولد في الفترة دي بيكون من مواليد برج الجوزاء الهوائي لكن برضه الشمس بتكون في الاتجاه المعاكس او في اتجاه الاشعة باتجاه القمر بتكون ده عندنا اتناشر برج خلال اليوم خلال اليوم نفسه حسب ساعة الميلاد فده اللي بيكون لنا الطالع يعني وجود الشمس في الشهر كله زائدا وجود الشمس كل يوم يعني في خلال اتناشر برج احنا عندنا اربع وعشرين ساعة في اليوم كل برج هتفضل فيه ساعتين بتتحبكت البرج اللي بعديه فعشان دقاء مولوده في يوم تمانية او في ساعة تمانية الصبح لو من ستة لتمانية الصبح هنا هيكون الطالع هو نفسه الجوزاء يعني برج الجوزاء والطالع هو نفس الجوزاء اي حد بيتولد من ستة لتمانية الصبح بيكون البرج هو نفس الطالع لكن لو مولوده من تمانية لعشر الصبح هنا هيكون الطالع هو برج التور الترابي فانت لو شوف نفسك بطيئة شوية او لو شوف نفسك واقعية كتير او لو شوف نفسك عنيدة كتير فانت غالبا مولوده بعد الساعة تمانية صباحا وده حيديك بتكون الطالع بتاعك برج التور بس انت برج الجوزاء الهواي اي بقى فايدة الطالع والبرج؟ البرج هو احنا بنسملنا اي واحد بنسأل دائما عن التوافق ما بين البرج عشان كده بيجينا السؤال دائما بيقولنا انا بطي طيب انا من برج الاسد وانا عادة بتوافق مع مثلا برج الجوزاء انا لي مش متوافق مع الجوزاء كتير عشان مثلا بيكون طالع المولود ده مثلا حمل ويكون طالع المولود للجوزاء مثلا حوت الطوالة الحمل والحوت مش متوافقة فعيحصل نوع من الاختلاف مش كبير بس نوع من الاختلاف وهكذا بقية المجالات في الحياة العمل الصحة الطموح العيلة البيع الشراء العقارات المؤسسات كل الحاجات دي متعلقة بساعة الميلاد بالإضافة ليوم الميلاد في عندنا اتصال علي صباح الخير يا علي فضل يا حبيد فضل موليد 11-2-67 11-2-67 تمام شكرا أهلا وسهلا بك يا علي عفوا 11-2-67 من موليد بورج الدلو الهوائي الفترة الثالثة والأخيرة وهنا أرقام الحظ عندنا 2 وعندنا 4 وعندنا 8 شخصية عندك مفاجآت كتير قوي في الحياة وبتفاجأ صحابك وأصدقائك وأهلك بحاجات غريبة دايما شخصية بتميل الحاجات التكنولوجية والحاجات والابتكرات العلمية الجديدة وبتحب التغيير دايما بتكره الروتين من الشخصيات الإبداعية اللي عندك أفكار مبديعة كتير ومن الشخصيات المتكلمة جدا والاجتماعية جدا لكن برضو عندك 11 يوم 11 ده المولود فيه ده يعني بيحكمه كوكب أو يعني بيحكمه القمر فبتكون شخصية شوية حساسة أكتر من باقي موليد بورج الدلو الهوائي وشخصية مزاكية في التعامل مع الناس ورومانسية وعاطفية وحالمة أكتر من باقي موليد بورج الدلو اللي هم بيكونوا واقعيين شوية عندك فرص كويسة إن شاء الله هتكون الفترة دي المفروض للفترة دي أنت يعني عندك شعور بالتحسن أكتر من الفترات اللي سابقة المفروض على مجالات معينة عندك لغاية يوم 22-6 من بعد 22-6 هتكون الأمور عندك فيها علاقات يعني بخصوص شغل ومقابلات بخصوص شغل وحاجات فيها تغيير هتاخدك نحو الأفضل إن شاء الله بس ما تستعقلش في اتخاذ القرارات وأصبر لغاية 22-7 بعد كده ممكن تاخد قرار مصيري كأنه مثلا تسيب شغل معين وتبديل بشغل جديد أو تنقل من مكان لمكان تاني في عندنا اتصال آخر ندى صباح الخير يا ندى صباح النور الفضالية فلو أنا موالد 1-2000 فممكن معرف يعني الارتباط أخبار أسنى للجواز كده 1-2000 آه تمام ونفسي يعني كده سنا تعباني نفسي كننا تعباني نفسيين بس لازم ندي شوية أمل لين مرسي الاتصال لك يا ندى مرسي شكرا 1-2000 من مواليد بورج الدلو الهوائي الفترة الثانية أرقام الحظ هي 1-4-8 أنت من الشخصيات القيادية اللي بتحب الأضواء بتحب الشروع بتحب اللقاءات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية عشان كده فترة الحظر مش لعبة دور كويس معاك جدا وحسن لأنك مخنوقة الفترة دي أكتر من بقية مواليد الأبراج اللي ممكن بيتعايشوا مع الحظر السوية ممكن يشوف مواليد الأبراج بيكونوا بيتوتيين بيحبوا هم أصلا قعدة البيت انت لا من النوع التاني خالص بتحب الحاجات الاجتماعية والخروجات والكافيهات بس مع الأسف الفترة للحظر شوية مطولة كمان من الشخصيات الذكية جدا في التعامل مع الناس وعندك حاجات ومتغيرات كتير بتيجي بصورة مفاجئة حاجات الارتباط العاطفي ممكن تكون عندك فرصة كويسة بالنسبة للعلاقات العاطفية والارتباط في شهر 8 اللي جاي بس ممكن تكون فرص أفضل في شهر 10 اللي جاي يعني ممكن تكون فرصة تتعرفي على حد أو ممكن تكون مرتبطة دلوقتي بس في مشاكل أو حاجات أو سوء تفاهم فشهر 8 حيكون فرص كويسة جدا لحل مشكلة أو البداية بعلاق جديدة أو جواز بس شهر 10 حيكون هو الأفضل بالنسبة لمواريد بورج الدلو بصورة عامة في عام 2020 في عندي اتصال آخر مع الأسف الوقت خلص عفوا في اتصال آخر ألو 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 تفضلي أيوة صباح الخيري أستاذ صباح النور تفضلي لو سمحت حالك عائدة نعرف كل حاجة عن بورجي 10-12-59 10-12-59 أيوة تمام كل حاجة 10-59 أيوة كل حاجة أيوة تمام شكرا أنت صارك يا فندم 10-12 10-12-59 من مواريد بورج القوس الناري الفترة الثانية أرقام الحظ هنا هتكون عندك واحد وثلاثة شخصية كريمة جدا مع الناس شخصية محبة للسفر والتنقل والترحال شخصية محبة لأمور الفلسفية والدينية وعندك حس روحاني بتحسي بالأشياء قبل ما تحدث أو تحلمي فيها دايما شخصية كريمة جدا مع ناس حنيينة جدا رومانسية جدا عاطفية جدا لكن برضو شخصية عصبية ومندفعة بعض الحين أكتر من اللازم وبتتفهمي غلط لأنك أنت بتحبي دايما بتقولي الحق فوش الشخص نفسه عندك تكون إن شاء الله فرص كويسة جدا على صعيد الأمور المادية العاطفية العيلة السفر حتكون ابتداء من شهر تمانية اللي جاي ولغاية نهاية السنة ومع آخر اتصال مشاهدين الكرام للأسف للأسف انتهى وقت الحلقة بإمكانكم زيارة صفحة برنامج حياتي مع طرق السعود على الفيسبوك وأكيد حنرد على كل الأسئلة والاستفسرات وعملوا لايكات على الصفحة وشيروها مع أصدقائكم وأصحابكم عشان برضو نتابع ونتابع معكم الأسئلة والاستفسرات على صفحة حياتي مع طرق السعود على الفيسبوك أشوفكم إن شاء الله في يوم جميل وفي يوم حد جميل إن شاء الله الأسبوع اللي جاي مع السلامة